موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في الحلقة الثانية من مرافق في الحلقة السابقة طفنا مع الأديب الشاعر الأستاذ يحيا حاج يحيا في رحاب نشأته التربوية وتكوينه الأدبي وطلعنا على شيء من شعره في المديح النبوي فضلا عن شعره النبالي وسنستأنف في هذه الحلقة الحديثة معه حول عدد من المحاور المتعلقة بنتاجه الأدبي أهلا بكم معنا في الحلقة الثانية من هذا البرنامج أستاذ يحيا لم تودعوا الشعر السياسي حتى بعد هجرتكم من سوريا وخلال ثلاثة عقود أو أكثر من ثلاثة عقود منذ رحيلكم عن سوريا استمر إصداركم للشعر السياسي نظمكم للشعر السياسي وإصداركم للكثير حتى من الأعمال الأدبية ذات الطابع السياسي ما أبرز ما تضمنه شعركم السياسي؟ يعني كان الحقيقة هو ليس رد فعل إنما كان يعني بعض النظام أو السلطة لهم بعض الحيل يعني التي يرسلون مثلاً معمم من المعممين نعم اذهب فكلم المعارضة أو كلم العلماء خليه يرجعوا بلدهم بس بشرط وهي الشروط يعني التي لا يقبلها أحد الشرط يعتزروا عما جرى اثنين يعتبروا أن هذه الخسارة هم سببها ثلاثة عدم التدخل في الشأن العام نعم فكان الرد يعني من بعض الفضلاء من الأساس الكبار أنه أنت تطب منه شيء لم يطبه النظام قد يكون هذا من يعني من عنده أو قد يكون مطوب منه لكن مع الأساس الشديد أنا كتبت قصيدة بعنوان قالوا اعتذر ووضعتها في البريد وما أدل إذا وصلت لهذا الرجل نعم أم بنتصل قلت فيها إلى المخدوعين داخل الوطن وخارجه قالوا اعتذر عما جرى فأجبت ماذا قد جرى أولم تسل منا الدماء بغير ذنب أنهر أولم نحاصر في المدائن والشوارع والقرى من فجر الإحراب واشتاح المساجد واشترى من هدم المدن الجريعة فوقنا مستكبرا من ذبح الأسرى وهم بقيودهم واستهترى وأباح قتل الراكعين الساجدين ودمر وأشاع بين الجيل أخلاق الدناءة وافترى فبغير نهج المصطفى قد نشأوه ليفجر جعلوا الولاء لحزبهم وغد البرا مستنكرا قالوا اعتذر عما جرى فأجبت ماذا قد جرى أنا لست من ترك الحدود وعاد يمشي القهقر وأزاع أن النصر حالفه وعاد مظفرا أنا لم أهدد أنا لم أهدد بالكلام عدونا المتجبرا أنا لم أهدد بالكلام عدونا المتجبرا أنا من هزمت أمامه ودعيت بعد غضنفرا قالوا اعتذر عما جرى لتزور أهلك أشعر لتراك أمك أو أبوك فليت أني لا أرى وطنا يدوس كرامتي وأزاد فيه عن الزرى لا كان لي وطنا وأولى أن أظل مهجرا كي لا أمرغ جبهة الشمع كما فعل الورى كي لا أساق إلى القبور مقدسا ذاك الثرى تأبى علي عقيدتي أن أرتضي هذه الفرى وأكون في هذا القطيع مصفقا ومصفرا هذا الفساد هذا الفساد وما ترون غدا سيصبح أكبر ما دام من زرع الفساد مسودا ومصيصرا الحقيقة أن الفساد أصبح أكبر وانطلاقة الثورة السورية في عام 2011 يعني كانت أكبر دليل على هذا الفساد الذي استشرى في بلادنا تحت ظل هذا الحكم المستبد والفاسد الحقيقة أن هذه القصيدة أيضا يمكن أن تسقط على واقع حال الثورة اليوم مع دعاوة المصالحات أو ما يسمى بالمصالحات ودفع الناس تحت سياط الترغيب والترهيب للعودة إلى ما يسمى حضن الوطن طالما أن هذه القصيدة قادتنا إلى الحديث عن ثورة 2011 بالنسبة لهذه الثورة ماذا دونتم لها شعرا ونثرا؟ يعني قلت لك عندي يعني مجموة كبير جدا يعني أنا وحفظي لشعري قليل لكن عندي قصيدة يعني أحب هذه القصيدة لأنها تمثل مأساة الشعب السوري بعمومها وليس فئة أو مجموعة واحدة أو مدينة القصيدة يعني التي قلت فيها قلت فيها كُلُّ الَّذِينَ قَتَلْتَهُمْ إِخْوَانِي كُلُّ الَّذِينَ قَتَلْتَهُمْ إِخْوَانِي يَا أَيُّهَا النَّزْلُ وَعُصْبَةِ الشَّيْطَانِ كُلُّ الَّذِينَ نَهَبْتَهُمْ وَقَهَرْتَهُمْ وَغَدَوْ ضَحَاياَ الْجُوعِ وَالْحِرْمَانِ كُلُّ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَا مَأْوَى لَهُمْ وَالْبُعْدُ يَكْوِيهِمْ عَنِ الْأَوْطَانِ كُلُّ الَّذِينَ مَنَعْتَهُمْ مِنْ عَوْدَةٍ لِلْأَهْلِ وَالْأَحْبَابِ وَالْخِلَانِ كُلُّ الَّذِينَ حَرَمْتَهُمْ مِنْ قُبْلَةٍ لِأَبٍ حَنُونٍ مُدَّفٍ مُتَفَانِ مِنْ ضَمَّةِ الْأُمِّ الرَّؤُومِ وَدَمْعَةٍ عِندَ اللِّقَاءِ وَلَهْفَةٍ وَحَنَانِ كُلُّ الْمَلَايِينِ كُلُّ الْمَلَايِينِ التي عَقَبْتَهَا بِالْعَسِّ وَالْإِرْهَابِ وَالْعُدْوَانِ هُمْ إِخْوَةِ وَأَحِبَّةِ هُمْ عُدَّةِ أَخُونَ فِي قَلْبِي وَفِي وَجْدَانِ أستاذ يحيى سأذهب أيضا إلى فاصل قصير إذا إذنت لي ونستكمل بعده بقية محاور هذه الحلقة مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وأجدد الترحيبة بضيفي الأديب والشاعر الأستاذ يحيى حاج يحيى أستاذ يحيى قبل الفاصل استمعنا إلى بعض شعرك المتعلق بالثورة السورية القائمة اليوم هل من نصوص نثرية كتبت أيضا لهذه الثورة؟ بالنسبة لي كتبت مجموعتين خصصيتين الأولى كانت مطبوعة وهي البرتقال يزر على ضيفاف العاصي نعم يعني هيها قصة قال لنا أستاذ فلسطيني ويضع مفتاح البيت في جيبي الخلفي نعم كنا الطلاب صغار متساءل قال هذا مفتاح بيتي في فلسطين نعم أخذنا مرة إلى شاطئ العاصي وصلت من أن نزع البرتقال وقالنا سقول البرتقال ليس له موسم عندنا نعم فالمهم أنه تغييرت الأحوال وجدت نفسي مدرسا في نفس المدرسة وحدث أيضا أخرجت من بيتي هذا كان في جسر الشهور في نعم عام سمانين نعم لكن أنا ما أخذت معي المفتاح لأن اللصوص خراقه البابة والمفتاح نعم وهي الحقيقة الحدث عما تلأ من أحداث وما جرى من أحداث بعد السمانين عما يترصد والمجموعة كتب مقدمتها وأستاذنا الأستاذ عبدالله الطنطاوي نعم الأذيب المعروف يعني هي شبه واقعي حقيقة نعم يعني أخذتني الواقع لكن الواقع المرتب نعم بطبيعة الحال أضيف إليها شيء يعني من العناصر الفنية لا 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 بد من ذلك من أهلي يعني مثلا خصوصة بسيطة يعني اسمها لكم دفاتركم ولدفتري كتبت بعد أحداث حما نعم الجيل الجديد حتى الصغير يعلم أن هناك جزارا زبح الأطفال أنا أخذت هذا المعنى حقيقة وهذه القصة التي حدثني به بها أحد المعلمين فقلت أمسكت بيدها الصغيرة التي راحت تضغط على غلاف تفدرها فنظرت إليها فنظرت إلي بعينيني ترقرق فيهما تحد طفولي بريء كأنها تقول لي دعني وشأنه لكم دفاتركم ولدفتري أصنع به ما أريد ماذا تصنعين؟ صمتت الطفلة التي تجاوزت الخامسة ولم تجب كلمة حدقت في غلاف الدفتر وبالقلم ذي الرأسي المدبب الذي راح يخترق الغلاف فلم يشأ أن يفلت من يدها الصغيرة التي بدأت تتملل بين أصابعه أعدت عليه السؤال ماذا تفعلين؟ بشيء من التحدي الظاهر أجابت لعصبية أقتل هذا وأقلع عينيه وأشارت إلى صورة الطاغية التي طبعت على غلاف الدفتر ولم تقتل له وتقلعين عينيه؟ لأنه قتل ابنة خالة عائشة ما خلق هذا؟ أنا أعرف وجدتي حدستني بذلك كانت عائشة في سنها تقريبا وكانت تهكى فرخي حمام أبيض في ساحة دارنا الرحيبة قرب النهر العاصي وقد ألفت كل منهما الأخرى تركت يدها التي تعرقت فأخذت دفترها ووضعت القلم في داخله ثم مضت إلى محفظتها وهي تنظر إليه نظرة عتاب غاضبة وتقول غدا سأكمل إنك خلصته اليوم فمن يخلصه غدا؟ ابتسمت مشفقا على مشاعرها وقلت لا أحد يخلصه يا صغيرة العزيزة ثم إن الدفترة دفتركي ولك أن تفعلي به ما تشاي نعم إذن هذا مقتطف نص يعني شعري نص عفو الأسرين ضمن إحدى القصص التي تضمنتها إحدى المجموعات المجموع الثانية كان عنوانه الطاغية وراءة الدم نعم تتحدث عما حدث بعد انتفاضة الفيل وإلى عش نعم فيها طبعا العنوان عن المجرم لما أراد أن ينام بكسة ماء أراق من دماء من دماء أطفال دومة وغيرها دارية أصابه الأراق والقلق فكان يعني تصور أنه يأخذ حب لكي ينام وحاول أن يهرب من النوم يعني حتى ضدت منه زوجته وطبعا المشار إليه معروف نعم نعم في مجال المسرح يعني ماذا قدمتم في مجال المسرح لخدمة القضية السورية على وجه التحديد يعني هنا أخي الفكرة قد تأتي كما يقول صاحبنا أو صديقنا محمود مفليح يقول تأتي الفكرة فلا أجعلها في قصير وشاعر لكن أتركها تلبس السوب الذي تريد قد تأتي بقصيرة قد تأتي برصوصة قد تأتي بمسرحية بمقالة قصصية نعم بعض الأشياء كتبت أنا من هذا النوع حوالي خمسة مسرحيات نعم وهي طبعا تصلح للتمثيل يعني تعمت أن تكون تصلح للتمثيل في أي مجتمع وفي أي ظرف نعم أخذ أوشي السائر والشبيح صديقان مرتبطان واحد شبيح واحد سائر وكيف أن الشبيح لما ضربت أو سخطفت خطيبته غضب وانتقل إلى الطرف الآخر أسد التلموت تتحدث عن ضابطين يهوديين متابعين التلفزيون وما يحدث نعم الخيانة والسمن هي محاكمة محاكمة المرحوم يوسف العظمة لبائع الجولان لما أراد مر قرب تمثاله أو قرب قبره نعم وذار حوار بينهما محاورة من تحت السرير هي الحقيقة الواطن لما يأتي زوار الليل يختبئ فاختبئ تحت السرير وأخرجوا هذا الحوار بينهما وطبعا هي ساخرة نعم بعدين رجال لمهمات القذرة كيف يتم اختيار هؤلاء الذين يقومون بتلك الأعمال القذرة نعم في صف الشعب ثم كانت قلت يعني هذه المسرحيات تصدح للتبسيل لكن لم تطبع وما نشرت في بعض المواقع نعم بالنسبة للرواية لكم روايتان إحدهما بعنوان خميس في بلاد العجائب والأخرى بعنوان بالمرصاد بالنسبة للرواية الأولى خميس في بلاد العجائب يعني اتسمت ربما بأسلوب السخرية بداية ما موضوع هذه الرواية ولماذا اتجهت بها إلى هذه الصياغة أو بصياغتها إلى أسلوب السخرية القصة يعني بعد الأربعة وتمانية خمسة وتمانية ضج كثير من الشباب وخرجوا من البلد خص شخصية خميس إنسان يعيش في قرية رسب في المرحلة السنوية خرج إلى سميت البلد الذي كان فيه لأننا نشرتها في مجال العربية كانت ما تستطيع تذكر كل شيء نعم ها سميتها التقدراكية التقدم والاشتراكية كما كانوا يشيرون وخرج إلى بلاد الديزيل ولما غاب عن أمه وهو وحيدها عاد إلى البلد قبل أن يعود سأل أبناء البلد فقالوا خذ مع كل شيء فلما دخل استقبلوه من الباب من باب الحدود وصورت أنا جميع ما أسمعه من الناس وما يحدث لهم من سرقات من النهب من رشاوة من تصلبط من تسلط ثم دخلت بخميس أو دخل خميس فوصفت كيف الانتخابات تجري المؤسسات الاستهلاكية الدعوة إلى المخابرات العجيب طبعا كلها أشياء واقعية ما اخترعت أنا إنما رتبت هذا الواقع العجيب أنني قلت خبيس يجب أن يستدعى استدعى خميس استدعى خميس إلى في المحافظة بعد عودته إلى العاصمة ثم ما رأى الضابط فأحد السجالين قالوا من تريه قال أوريد قال لماش موجود ثم نادى وقال تعال وضعه في الزنزانة رئيس ما يأتي الضابط قلت أنا هل من المعقول حصلت وتحصلت والله حدثت حدثني بها بعض الذين نزلوا بشيء اسم التسوية نعم قال والله حدثت معي شايف فيه من السوية نعم يعني مثلا الإتاوات التي تأخذها السفارات والرشاوة طبعا في شخص سميته كمين هو اسمه أمين موظف نعم طيب اللفظة لها دلالة مع معينة فلما جاء هذا البسيط النسان البسيط لأخذ جواز قال أنت ماذا تعمل قال أعمل أنا بالبلاط والبرك قال هذه السفارة يستمر الوطن أعطيك جواز بشرط تعمل لي بركة في البيت طبعا كانت تكلفتها يعني حوالي ألفين دولار نعم شايف فلما أنا حدثني بها خال الشخص فلما قرأها صاح قال هذه حدثت معي من اللي خالها طبعا هذه الكلام هذا ما جئت مني أنا خيالي نعم إنما واقع ثم خديث خميث بعد ذلك ودع البلد وخرج بلا عودة لكن قبل أن يخرج قالوا الكفرات السيارة جديدة معك ونحن عندما أعمل الكفرات الدوليب متعطل في حما نعطيك الكفرات تصل بها إلى أقرب نقطة بالحدود ونأخذ منك هذه هذا هذا سمع كثيرين نعم الحقيقة أن الجو العام في سوريا قبل الثورة السورية وحتى خلال هذه الثورة مشحون بكثير من المواد الخامة التي تصلح مادة للروايات والقصص وما إلى ذلك ما أهمية الرواية أستاذ يحيى في تسجيل أحداث الثورة السورية اليوم وحتى في تسجيل يعني الحياة اليومية للمواطنين السوريين خلال نصف قرن من حكم الأسدين الأب والابن يعني لا أكون مبالغة إذا قلت لك هذا العصر عصر رواية والرواية الآن ديوان العرب تخذ مثلا أنا درست حوالي أربعمائة رواية في كتابي موسوعة القصص التربوي وجدت أنه بعض الروايات القصص طبعت عشرين مرة بينما الدوائية الشعرية لأفضل شعر لم تطبع إلا مرة أو مرتين نعم في إقبال على الرواية في إقبال في هذا العصر طبعا للتمثليات المسرحيات لأفلام السينما تحتاج الناس يحتاجون للرواية نعم وصار لها قراء كثيرون لكن هل الرواية السورية واكبت الجسمو يعني واكبت الأحداث يعني بصراحة كأنها واكبت الأحداث أكثر من الشعر نعم أخذ مثلا أستاذنا الحسناوي كتب بعام 88 روايته المشهورة بين القصر والقلعة الأستاذ شريف الرأس كتب طواحين الشياطين وله مسرحيات أخرى نعم الأستاذ محمد السيد نعم كتب المصر المور وروايات أخرى مجموعة من الكتاب كتبوا روايات أو قصص تحت خط اللقاء نعم لكن فيما يتعلق الأخ الدهامي شان الدكتور دهامي شان نعم كتب خمس روايات نعم صحيح فتاة باب عمر أطفال حما خمس روايات نعم توسق توسق الآن الكاتبة ابتسام شاكوش لآخر رواية كتبت عدد من روايات لكن كتبت رواية ابن المجرم وهي الاختصار تصور الطفل الذي قتل أبوه في عام الثمانين ولم يوظف ولم يعطى حق أبلا لأنه ابن ذلك المجرم ولا يعرف ماذا فعل أبوه كانت الرواية ناجحة ويعني تصل أن نقول الوسيقى الأدبية اليوم خطيرة جدا منها والمختصون بالمجتمعات يأخذون حياة كثيرة من المجتمعات نعم فيجب أن نزهد بالوسيقى الأدبية نعم لعل هذه الرسالة تصل إلى أصحاب الأقلام نعم ليولوا الرواية اهتماما خاصا في هذه المرحلة أنا أشكرك جزيلا شكر الأستاذ الشاعر والأديب الأستاذ يحيح يحيح شكرا جزيلا لكم حيات الله شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لطيبي متابعتكم ألقاكم في مرفأ ثقافي آخر الأسبوع المقبل وأستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر